هي لغة صوقية ليست بجديدة على من امتهن صناعة الأكاذيب وصوغها في قالب الحقد لتحقيق غايات في نفوس من يقود الغرف السوداء إيها هي لغة لا يعرفها إلا من تربى في أقبية المخابرات وكتبها ينهل منها لشن حملات الافتراء والتجني على من يحاول إنقاذ البلد من براثن الفوضى والفراغ ما عنده حدود بالسقوط الأخلاقي، ما عنده حدود بالإسفاف، ما عنده حدود بالوقاحة على مختلف المستويات وبرأيي أنه آن الوقت لحتى ينوضع حد لهالنوع من السفاهات عملياً شخصية تافهة من هالنوع هذا لم يكن لها وجود إلا إذا شتمت، إلا إذا طلعت وعلت الصوت وبلشت تتعدى على الأوادم بالتأكيد لن يؤثر هذا الكلام الساقط اللي بيشبع صاحبه لا على من تكلم عنه ولا على أي شخص تاني لكن يثير الإشمأزاز أفضل شيء من الآن ونصح أيضاً أنه ينترك يحكي بالطريقة اللي هو عم يحكي فيها وما حدا يرد عليه لأنه عملياً هذا الشخص لا يجد نفسه إلا إذا كان شاز والشواز اللي عم يقوله هو طريقة لحتى يقول أنه موجود ويسأل علوش من هم البلطجية الذين يديرون وقام وهاب؟ أنا ما بدي أسأل ليش قال أو كيف قال وقام وهاب ذلك اللي عم يقوله عم أقول بدي أقول مين عم يدير وقام وهاب؟ أي جهاز مخبرات أي مجموعة من البلطجية على المستوى المحلي أو الخارجي عم تسمح له وقام وهاب أعم تدعي عم تدفعوا إلى القول بهالطريقة هذه لا شك أنه في قوى سياسية بقلب البلد ما بده هي توسخ لسانة بهالكلام ترك مجموعة من المأجورين لحتى تقوله في إطار الوضاعة السياسية وضع منسق عام تيار المستقبل في جبل لبنان الجنوبي ولد سرحال كلام وهاب وقال إن الحق يقال لقد تدرج وهاب في هذا المضمار وفي سلم العمالة من عميل للعدو الإسرائيلي إلى عميل للنظام السوري حليف هذا العدو ومن ناطور في بيوت زعماء إلى كاركوز على الشاشات برتبة وزير فاسق حاضره في السفالة حافل وتاريخه في العمالة طبل هادر وأضاف سرحال ليست بطولة يا وئام أن تكون قزما صغيرا يشتم الرجال الكبار البطولة أن تكون رجلا في يوم من الأيام وتخبر الأجيال عن مآثرك في العمالة للعدو الإسرائيلي التي يندى لها الجبين وعن تمرسك في الخيانة والطعن في الظهر وعن قفح لسانك الذي يعمل في الساعة لاستدراج طلبات الشتيمة بأرخص الأسعار وختم سرحال قائلا إن لسانك يا وئام كحبل الكذب قصير مهما سخرته في الثرثرة على الآخرين لن يمحي يوما ما أنت عليه ولن يزيد من سعرك لدى أسيادك فسعرك في سوق نخاس معروف رخيص رخيص حتى قيام الساعة ترجمة نانسي قنقر